شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي رانيا المشاط وعضو المجلس العالمي لمبادرة جينيريشن انليميتد في اجتماع المجلس المنعقد بالتوازي مع فعليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك يأتي ذلك تزامنا مع فعليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة واستعرضت المشاط نتائج مبادرة شباب بلد مشيرة إلى أن تلك المبادرة يتم إدارتها من خلال مجلس استشاري وتحالف يضم خمس لجان فرعية حيث تختص كل لجنة بمجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية